فما هي تدعيات قرار دونالد ترامب بتعليق التمويل عن منظمة الصحة العالمية خاصة بعد إعلان البيت الأبيض النهاردة أنه قادة مجموعة السبع دعوا إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية خلينا أقول لحضراتكم أنه طبعا هذا قرار تحديدا في هذا التوقيت قد يشكل الكثير والكثير من الخطر وطبعا معظم دول العالم ومسؤولين دول العالم انتقدوا هذا القرار بشكل كبير حتى ربما أنتونيو جوتيرش الأمير العام للأمم المتحدة تحدث عن أنه ليس الوقت لخفض الموارد لدى دولك الولايات المتحدة الأمريكية على العموم والتعليق على هذا الأمر معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أستاذ ماك شرقاوي أهلا بحضرتك معنا على أكس شينيوز من القاهرة هذا القرار بتعليق مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية في هذا التوقيت كيف كان شكل التعليق عليه من قبل دوائر المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أن قرار تخفيض ميزانية أو التمويل الأمريكي لميزانية منظمة الصحة العالمية لقى معارضة كبيرة من كثير من السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف التحقيق الذي يجريه الكونجرس الآن عن دور المنظمة وما قامت به والمطالبة أيضا بفتح تحقيق في منظمة الأمم المتحدة أنها تتبع لها منظمة الصحة العالمية إذا كانت بالفعل كان هناك خطأ في الإدارة وأعتقد أيضا أن هناك تأثير في إعلان فيروس كورونا وباء عالمي وأيضا هناك خطأ في بداية المعلومات أنه لا ينتقل من الإنسان إلى الإنسان إنما ينتقل فقط من الحيوان إلى الإنسان معلومات التي غزتها المنظمة من الصين وأيضا هو تحقيق للأسيستياتياتي برس أن الصين سكت على الخبر لمدة ستة أيام من يوم 14 يناير لغاية يوم 20 يناير من تسريب حصل للمكالمة يعني كونفرنس كول مؤتمر على التليفون أعالي جدا المستوى من الرئيس الصيني والقيادات في الصين عرفوا بهذا الموضوع وعرفوا بالخبر يوم 14 يعلانه يوم 20 أعتقد أيضا هناك تحقيق أيضا في دوائر المخابرات ودوائر الأمن القومي الأمريكي الآن هل بالفعل معمل الفيروسات بقهن له دور في إعادة تخليق أو تعديل فيروس كورونا لأن العلماء وجدوا أن فيروس كورونا الآن الـ RNA للفيروس فيه ثلاث نسخ النهاردة مش نسخة واحدة وده السبب أن كوريا الجنوبية أعلنت النهاردة أنه في بعض المصابي كورونا الذين تعافوا من كورونا عيدت مرة أخرى العدوة بكورونا مرة تانية لأن هناك نسخة تانية أو نسخة تالتة من الفيروس طبعا بالتأكيد هذه المعلومات في منطقة الخطورة